حقق النادي الإسحاقي في محافظة صلاح الدين المركز الأول في بطولة العرب للكوكشنغاي في بيروت التفاصيل ستكون مع حامل السمراء ضمن منافسات بطولة العرب للعبة الكيكوشنغاي والتي أقيمت في لبنان تمكن لاعب نادي الإسحاقي للكيكوشنغاي في محافظة صلاح الدين من الفوز بثلاث ميداليات مهمة حيث حصدوا المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ضمن المنافسة المشاركة الأخيرة كانت في بطولة العرب التي قيمت في لبنان العاصمة بيروت وكان من ضمن النشاطات للقاعة قاعة نادي الإسحاقي هم خمسة لاعبين والحمد لله استحصلوا على مراكز الثلاثة الأولى في ذهبية وحدة وفضية وحدة وبرونزية اثنين الحمد لله البطولة كانت نتائجها مفرحة حتى على المستوى المحلي لأن شاركوا ضمن صفوف المنتخب العراقي رغم كل هذه الجوائز المتقدمة والجوائز المهمة إلا أن هذه الفرقة لا زالت تعاني من عدم الاهتمام الحكومي وتعتمد كليا على الدعم الذاتي مضالبة المسؤولين بالاهتمام مثل هكذا ألعاب مهمة شاركنا نادي الإسحاقي بطولة العرب التي قيمت في لبنان عاصمة بيروت الحمد لله قدرنا نحصل على أربع مراكز أول فضية ذهبية أولى وفضية واثنين برونزيات طبعا البطولة كانت كلش قوية من ناحية الباور والقوة بس الحمد لله قدرنا نحصل على مراكز لعبت على وزن الثمانين وقدرت حصل على مركز الأول شاركت أنا من ضمن اللاعبين اللي شاركوا بالبطولة طبعا شاركوا تقريبا 57 لاعب عراقي وأنا وازني تقريبا ما يقارب 15 لاعب نزلت نزال ضد لاعب كويتي فزيت عليه والنزال الثاني طبعا صار بي ظلم وخسارت بالظلم أخذت مركز ثالث برونزية على مستوى العرب تعد لعبة الكيكو شينغاي من الألعاب المهمة على مستوى العالم هو العراق حيث بلغت أعدادهم أكثر من 24 ألف مدرب وحكم ولاعب لبرنامج صباح الخير يا عراق حمد السام الرائي صلاح الدين